ومع دخول الأردن مرحلة الانفراج العام في التعامل مع أزمة كورونا تتجه الأنظار إلى قطاع الطيران والموعد المنتظر للرحلات الخارجية بعد أن تقرر السماح برحلات الطيران الداخلية هيئة تنظيم الطيران المدني طلعت خلال جولة تفقدية اليوم على جاهزية مطار الملكة علياء الدولي وشددت على وضع السلامة العامة في مقدمة الإجراءات المتخذة استعداداً لاستئناف نشاط قطاع النقل الجوي بشكل كامل سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 أذار بعد 82 يوماً تقريباً من وقف الرحلات الجوية في مطار الملكة علياء من وإلى جميع الدول جراء أزمة كورونا بدأت معالم الانفراج بالظهور إذ أعلنت الحكومة مؤخراً السماحة للطيران الداخلي من عمان إلى العقبة والعكس باستئناف العمل قطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق والنزل المواقع السياحية لغيات السياحة المحلية السماح بالطيران الداخلي وخلال هذه المرحلة مرحلة المستوى معتدل الخطورة سيستمر إيقاف مجموعة محددة من القطاعات والأنشطة إجراءات على الأرض تبعت قرار الحكومة هذا أبرزها جولة ميدانية واجتماع هيئة تنظيم الطيران المدني مع مجموعة المطار والأجهزة المعنية للبدء بتطبيق خطوات إعادة تشغيل المطار تدريجياً سوف يتم إعادة الرحلات إن شاء الله حيرجع الشيء ولكن إعادة الشيء هو الشيء الصح ولكن يجب إعادته بالطريقة الصحيحة كذلك الجميع يعمل للتحضير لمرحلة القادمة بالفتاح الدولي طبعاً هناك جهات كثيرة في الأردن منها وزارة الصحة ووزارة النقل العديد من الجهات التي تتخذ مثل هذا القرار البلدان المستهدفة والتي تستهدفنا يجب أن تكون متشابهة إغلاق المطار أوقف رافداً مهماً لخزينة الدولة إلا أن الجهات المعنية تقدم ضبط الإجراءات الصحية والتأني في إعادة فتحه بكامل طاقته على الاستعجال والوقوع في الأخطاء